السلام عليكم ورحمة الله إصابة داركي في عملية دهس دواحي أغادير واستنفار أمني بالمنطقة أفادت مصادر خاصة لموقع أخبارنا أن سيارة يعتقد أنها محملة بالمخدرات أقدبت سماح اليوم التلت على دهس داركي بالسد القضائي على مستوى محطة الأداء بالطريق سيار أمسكرود دواحي أغادير وتابعت نفس المصادر أن عناصر الدارك أعطت أوامرها بتوقيف ثلاث سيارات مشبوهة إحداها كانت تقل زودياك ورفض السائقون لاستجابة لأوامر الدارك حيث قام أحدهم بدهس داركي برتبة أجودان كما تم تهديد عناصر الدارك بأسلحة نارية قبل أن يلود سائقه السيارات بالفرار نحو وجهة مجهولة وشهدت المنطقة سنفارا أمنيا كبيرا حيث أكدت نفس المصادر توقيف إحدى السيارات الفارة من عناصر الدارك واعتقال شخصين كان على متنها في حين جرى نقل الداركي المصاب للمستشفى العسكري من أجل العلاج حيث يعتقد أنه أصيب بكسور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر